اتحاد الكرة المصري يستعد لإجراء تغييرات هامة بعد إقالة الروي فيتوريا من تدريب منتخب مصر حيث يخطط الاتحاد لإزاحة رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا من منصبه وفقاً لمصادر داخل الاتحاد هناك رغبة بإقالته بسبب شكاوى من بعض الحكام بسبب تعامله وغياب العدالة وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي بعد دراسة دقيقة للوضع داخل الجبلاية واستقرارها يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة من عدم الرضا عن أداء فيتور بيريرا وتفاقم الأوضاع خاصة بعد انتهاء مشوار المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار من جهة أخرى تم التأكيد على عودة المنافسات المحلية في مصر في الأيام القادمة حيث ستستأنف بطولة دوري نايل بعد انقضاء فعاليات كأس أمم أفريقيا يذكر أن كأس الرابطة لم تتأثر بالتوقف الدولي ولا زالت تستمر بشكل طبيعي تتسارع الأحداث داخل اتحاد الكرة المصري ومن المتوقع أن يشهد الوقت القريب تطورات إضافية في هيكله التنظيمي والإداري ترجمة نانسي قنقر